اهلا بكم حلقة جديدة وفيديو جديد والفيديو ده مهم جدا 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 عشان انسألت عليه كتير قوي وانا قررت ان اكون حامي حمى الستات في مصر والوطن العربي والعالم كله وقررت ان انا اغشش رجالة واعلمهم ازاي او مش اعلمهم اساعدهم وبششهم انهم ازاي يعرفوا اذا كانت البنت اللي هم بمعجبين بيهم او بيكلموا بيها معاها معجبة بيهم وبتحبوهم ولا لا فدي علامات او العلامات اعجاب البنت بالراجل هي بتكلموها او هي معجبة بيه فازاي نعرف ان البنت دي معجبة بالراجل ده هولوكو شوية tips او hacks او معلومات علشان كلكو تعرفوها وتبقى سهلة جدا جدا واعتبروها ان انا بغشش رجالة انا قررت اغشش رجالة عشان طبعا امحب المرأة وحايزة اساعد المرأة طيب بصوا بقى في اول حاجة موضوع body language وده فيديو انا هتكلم عنه او ممكن نعمل حلقة عن body language تاعت البنت لما بتكون معجبة بالراجل او في بداية مرحلة الاعجاب او بتحبو يعني زي مثلا ان هي ممكن تلعب في شعرها تخطيديها على شعرها تلولو في شعرها او حاجات كتيرة جدا والbody language بتسند جسمها ازاي بتحط جسمها ازاي انا كراشة من عشاق الفيديو او الحلقات بتاعت body language عشان بحيث انها مفيدة قوي وممكن يعني مفروض الناس تبدأ تهتم بيها ويعني انا اعتقد ان هي لازم تدرس في الجامعات حتى الناس اللي بيشتغلوا في politics والسياسة او التعليم يعني حاجة حلوة او ان انت تقرأ لغة الجسد او body language بتاعت الشخص اللي قدامك طيب فالنهار ده اقول تبس علامات عادية كده وهي غششك وقلولي تحت ايه رأيكم وانت متفقين معايا ولا لا فانا هنغشش الرجالة يا بنات اوكي فانتبهوا وطبعا بقى اي بنت عايزة تعمل شعر للفيديو للشخص اللي هي موجبه عشان تغششه برضو مانديش مشكلة خالص اول حاجة عشان تتأكد ان البنت دي معجبة بيك هو ان انت لما تكون خارج معايا اول ما تقولها كلمة حلوة او لما عينك تجي في عينيها هتتحك عشان دايما احنا لما بنحب حد بنبقى مبسوطين قوي ان احنا معايا فلما تكون اول ما هي هتبوصلها وتسكت هي هتتحك هتبتسم او هتقولها كلمة حلوة هتتكسف وفضدها كده هتتنور وهتتكسف وتحمر وهتبوصل تحتها هتبقى مكسوفة قوي حتى لو ما كانتش البنت دي عادة بتتكسف او حتى لو هي شخص جريء جدا هي هتتكسف ويبقى فيه خجل كده زيادة عن اللزوم مشي يبقى هتلاقيها لما عينك بتيجي في عينيها او لما ببوصلها وتبتسم هي كمان هتبتسم اوكي دي علامة رقم واحدة ممكن اعتبرها بادي لاني بدش عارف اكرة باردوية تانية علامة هو ان هي هتفتم بتفاصيل تفاصيل تفاصيلك يعني حس ان انت قاد مع المحقق كن يعني مثلا ايه الحاجات اللي انت عايز تعملها في مستقبلك ومستقبلك عامل ازاي وكمان مستقبلك كمان خمس سنية عامل ازاي وايه هويتك وبتحب ايه وبتكره ايه تكتك وايه اكتر اكلة بتحبها واكتر اكلة بتكرهها ومين صديقك الانتيم وبتحب ايه في الست وما بتحبش ايه في الست والحاجات اللي بتكرهها في البنت انترفيو كأنك في انترفيو شغل اسئلة اسئلة على المدى الطويل على اللونج ران وعلى الشورت ران اسئلة كتير 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 وهذا هتم بدق ادق 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 تفاصيلك عارفين انت اغمية حسين الجسمي مهم جدا وجودك في تفاصيلي هي هتعرف كل تفاصيلك حسنا بترقبك مخبر قاعد معيك بصراحة تاني حاجة كمان هتلاقيها بتركز في تفاصيلك يعني انت قلت لها حاجة تحس ان هي حفظها وعندها استعداد تسمحها يعني كل التفاصيل اللي انت هتقولها لها دي هيدخل كده في البروستسنج بتاعها وهيضل كده في قاعدة التحليلات وهيطلع تبقى عارفة كل حاجة انت قلتها وحفظها وانتبهو كده هتلاقيك ايه يعني لما تلاقيها بتسأل اسئلة كتير تطمن غير كده كمان هتديك تفاصيل كتير بقى تفاصيل 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 كتير عن نفسها وعن عائلتها وعن اخوتها وعن صحبها وعن هوايتها وبتحب ايه وبتلعب جم امتا وتحب تاكل ايه وتحب تشرب ايه وايه الحاجات اللي بتكرهها تفاصيل 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 عن نفسها دي قاعدة رقم او علامة رقم تلاتة علامة رقم اربعة هتعرفك على الباست فرانس بتوحى هي تبقى مهتمة اوي 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 نهتعرفك على صديقاتها الانتين مش علشان مثلا يعني هي عايزك تقضي معهم وقت ممتع لا علشان تعرف رأيهم فيك والامبروشن بتاعها عنك بلاس كمان علشان هي هتبقى مبسوطة لما اتعرف الناس اللي هي بتحبهم او مؤجبين بيها والناس المهمة في حياتهم على بعض اتعرفوا على بعض وحبوا بعض يا ولاد اوكي ويعني لو عرفتك لستخبطها الانتين او صحابة الانتين اعرف ان انت شخص مهم حاجة تانية او علامة رقم خمسة ان هي كمان هتلاقيها هتلاقيها بتحقق معاك شوية ازاي بقى يعني مش هنزول نكدية شمطبع مفيش اي ست نكدية في العالم بس هتلاقيها بتهتم او بالتفاصيل بزداد عن اللزوم ودرج ان انت هممكن تدخينك اللي هو مثلا لما روفت الساعة 11 ما كلمتينيش انت كلمتيني الساعة واحدة ونص عالل من الساعة 11 للساعة واحدة ونص خضرتك كنت بتعمل ايه وما كلمتينيش ليه مع ان انت كنت او اللاين على الواتساب وعلى الواتساب وعلى الانستجرام تحس ان هي البيت مرأبك على كل مواقع بتواصل الاتمام وتتواصل بيك الساعة 2 بالليل عمر عايز اعرف مين نوها اللي عملتلك لوف دي هو انت مين نوها دي انت عمرك ما حكيتلي عن هيدي الجيرفريند بتاعتك فهتلاقيها عارفة مين عمل لك لايك ومين عمل لك لوف وعدد البنات اللي عملوا لك لوف وتاريخ حياتهم طبعا لان هي دخلت على بروفيلاتهم وهتبقى دخلت على البروفيالز بتاعتهم وعارفة مين بيعمل لهم لوف وانت عملت لهم كام كومنت من اول ما عمل لبروفيل وعملت لهم كام لوف فقصة حياتك وحياتهم هتبقى عارفاها لان هي مهتمة بتفاصيلك يعني غير كده كمان هتلاقيها بقى بتزن على اي حاجة كده اللي هو ايه ده انت بتحب صحابك اكتر مني طب ليه ما خرجتش معي وخرجت مع صحابك النهار ده يعني كان عندك ان انت تخرج معي انت بتحب صحابك اكتر مني كده بقى اما if she is not interested بالdetails دي يعني هي مش بتحبك وهي مش مش interested كل ما هتبقى مجنونة معاك اكتر مش اقولني كده يا مش ست اللي كده يا جماعة كل ما تبقى مجنونة معاك وبتحكم قلبها اكتر من عقلها اعرف ان هي معجبة بيك بجد اما لو هي عقلانية معاك ومبتفكرش مش مجنونة فهي انت كده محطوط officially في الفراند زون وبتعتبرك شخص عادي او صديق عادي جدا بالنسبة لها اما كل ما هي بقى بتوقت تزن على حاجات غريبة كده وانت تبقى متفاجئ ومستغرب جدا اعرف ان انت ويا سلام بقى لو كلمتك وسمعت صوت بنت جنبك هتسألك ايما بطريقة دايرك على حسب برجها بقى ايما بطريقة اين دايرك هي مين البنت اللي جنبك دي اوكي انت خرج مع واحدة صحبتك معلش صاريس مكروضتش ما قلت ليش ما قلت ليش ان انت خرج مع واحدة صحبتك ينهارك طبعا هي بانها بان نوسات قولي انهارك ازرق ومش معدي بس هي طبعا تحاول تتحكم في نوسات قولي يا جماعة كلا انت مظبوط ولا لا وما تبينش عشان هي تقيلة طبعا ويا سلام بقى لو انت جبت لها سيرة واحدة كده بالغلط وقلت لها صارة صارة ايه صارة دي صارة دي عبارة عن مسحوق غسيل جديد معرفوش ولا معرفوش ايه صارة دي صارة يعني ايه صارة يعني ايه صارة او انت عندك اخت اسمها صارة ايه ويا سلام بقى لو غلطت في اسمها ده ممكن تبقى بقى ايه اللي هو انت كده دخلت التاريخ لان ساعتها في حلقة نكد ساعتها ممكن يحصل نكد بجد لان انت غلطت في اسمها ازاي تغلط في اسمها يعني ايه تغلط في اسمها انت متعرفش اسمها بجد كده يعني فكل ما هي هتبقى بتركز في تفاصيل اكتر اعرف ان هي مهتمية بيك اكتر يعني شايفين اللي بغشيش هم وهو يا بنيات عشان تعرفوا ان انا بحبكوا وانا عنصرية طبقية ناحية المرء طيب الحاجة التانية بقى يا جماعة اللي هتحسسك ان هي معجبة بيك بردو هي حاجة ليه علاقة بالبادي لانجودش وهي ان هي هتعلق عليك فيزيكالي دايما الست يعني لما تكون معجبة براجل هي هتبصوله من ناحية تانية ناحية فيزيكالي يعني انت عجبها شكلا او عجبها كستايل بقى فيزيكالي يعني مظهريا وعجبها يعني اموشنال ان هي بقى صيف وطك بقى وحاجات كده فتلاقيها تقولك ده انا بحب شكل دقنك قوي بحب رحة البريفم بتاعتك جدا انا بحب فرق الطول ما بينك جدا هتتكلم هتبصلك من ناحية فيزيكالي ده معناها ان فيه اتراكشن يعني فاهمين اما لو هي بصتلك من ناحية بقى اللي هو انت طيب او يا احمد لا لا والله واحنين كده ربنا يكرمك ببنت الحلال المناسبة فاعرف ان هي الشيء is not interested وانت زي اخوها وعلى هيك عايز اقول لك على سر انت هي لو هتعاملك زي اخوها وهي بتعاملك عاديت لا هي بتعاملك حلوة مفيش مشاكل في العلاقة العلاقة مش سلسة جدا لانشيء is not interested مش مهتمية تخرج امتى ترجع امتى تخرج مع مين تخرج فين بتقتصر بيها كم مرة في اليوم بتقول لها morning text بتبعت لها الصبت بتقول لها يا صراحة الخير يا حبيبتي ولا لا اما كل ما بجرعة التفاصيل بتزيد كل ما معناها ان هي موجبة بيك وان هي بتحبك وان هي عايزة ايه تقرب منك اوكي فاحنا قلنا على ال point دي وغير كده كمان لما تكون قاعدة معكتبها مهتمية قوي ان شكلها يبقى حلو يعني كل شو تبصر في الموبايل تركز تعدل الطرحة زي ما نعمل عادل امه الطرحة دي هتلاقيها مثلا عمالة تدخل الطويلت كده مرة تضبط الرغش بتاعها تحط كده تعدل هدومها تضبط هدومها تضبط شعرها ودي ممكن اعتبارها برضو باجت body language بس دي علامة ان هي عايزة تبقى بقابها واحلى صورها قدامك يعني اما هي لو مش معجبة بك تلاقيش عارها طالع مالطرحة كده والبت يعني منعكيشها ومفنكيشها وممكن الجنش خطموا بروسها ملا تدعك كده فاعنيها انت صادقها كأنك اختها الصغيرة اوكي طيب اه كمان ايه العلامات ان الست او البنت دي معجبة بيك اه هتسألك كتير قوي 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 عن صفات فتاة احلامك هتبقى عايزة تعرف انت بتحب البنت شكلها هعمل ازاي وليه وطولها كم ووزناها المثالي قد ايه وهتشير معك برضو الحاجات اللي هي بتحبها اغنيتها البرفكت رومانسية اللي هي بتحبها طول المهارات لقيت عمل لك شير 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 تبقى لك كده اه اه اتاشمنتس اه اغاني مقطع عجبها كده عشان هي عايزة تغششك عشان تبدأ تعجب بيها وتبدأ تحبها فهي يعني هتبقى تبقى تبقى لك ايه صورة عجبتها رومانسية برجك بقى برجك ده في كلام كتير اغاني على الابراكس وفاب برجك اللي هي ما بتحبهاش ودي هنوصلنا من النقطة رقم 9 ان هي تحكيه لك كتير جدا جدا على الاكس بتاعها او شخص اللي هيك هتمرتبطة بيك ليه سببين اول حاجة عشان انت عايزة تغيزك وتستفزك وتعرف انت بتغير عليها ولا لأ لان هي هتحب ان انت تغير عليها وتبسط جدا لما بتغير عليها لان دي علامة ان انت كمان مهتم بيها وبتحبها والتاني حاجة ان هي كمان هتبقى هتبقى عايزة تغششك تقولك الحاجات يعني ايه بتغششك الحاجات اللي كانت كويسة في الشخص ده ومميزة الفيء اللي هي عايزة تيجي عندك تصرف هي بتحب الراجل الكريم يبقى انت لازم تكون كريم الراجل الغيور انت ما بتغيرش ليه عمر لا 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 كده ازعل كده فعايزة تغش من بتحكيه عشان تاخد الصفات الحلوة اللي هي بتحبها وتحترس وتحذره وتخلي بالك من حاجات اللي هي بتكرهها عشان يعني لا مش هكبش كل شوية هتسيب حد مرتبطة بيه فبتحكي كتير قوي قوي على الاكس بتاعها علشان تجششك اوكي وكلام ده اولي يا بنات بيحصل والله مش بيحصل ويعني ده مش عايزة تزعل يا بتحكي كتير على الاكس بتاعها ده حاجة حلوة على فكرة مش حاجة سيئة بالمرة غير كده كمان يا جماعة بتتلاقيه طول ما هي قادة معاك هي بتتحك طول ما انتوا قد يخارجين مع بعض هي مبسوطة بتتحك ليه لان انت لما بتكون مع احد بتحبه بتبقى مبسوطة تلاقيه بتتحك كتير وتحس ان انت اكتر واحد فاني في العالم لو قلت اي حاجة هي بتتحك مبسوطة سعيدة شوف عدد المرات اللي البنت بتتتحك معها فيه وهي معاك اعرف هي قد اي موجبة بيك اما لو موتتتحكة شه ازم بي الله العظيم يعني مش انتر استرتادي شوف غير مبسوطة او مش بتحكش كتير او مش مبسوطة لان يعني الدحك ده لغة السعادة يعني فا تلاقيه دي متتحك على اي حاجة انت بتقولها اصلا انت بضوش حاجة فاني بس اي حسساك فعلا ان انت اكتر واحد دم وخفيف في العالم اوكي طيب حاجة حاجة برضو المهمة جدا مع راش علامة رقم 15 ولا 16 ولا علامة رقم كامل هي شي يعني عادي ان هي تلكك ان هي تلمسك تخبطك تتهزر معاك ودي برضو اللي بادي لانجوج يعني ان هي هتبقى مبسوطة ان هي يعني حتى لو انت قربت منها هي مش هتبقى مستقى وهتيجي معاك يعني لا هي ما عندهاش مشكلة ان هي تلمسك في الهزارة يعني او حاجة زي كده فهي يعني هي شي is accepting you ودي بادي لانجوج هنبقى نتكلم عنها اكتر في فيديو بادي لانجوج طيب الحاجة برضو المهمة اوي اوي ان هي هتبقى دايما عايزك تهتم بيها يعني يعني هتبقى تغششك عنها تغششك عنها تغششك مثلا الحاجات اللي هي بقى بتحبها في فارس احلامها يعني عايز الراجل اللي بيهتم بيصحى الصبح وهو لسته بيدعك في عيني قول لي صباح الخير وكمان الظهر انت فين والعصر انت بتعملي ايه فيبقى يعني هتغششك الحاجات اللي هي بتحبها علشان هي عايزك تبقى تبقى واخف بيلك هتغششك تبقى عثلك كل حاجة المطرب المفضل بتاحها بيلبس ازاي بتحب الراجل يلبس ازاي البرفين بتاحها مين بيشدها في الممثلين اجانب هي عايزة تغششك على قد ما تقدر ازا فالبنت دي معجبة بيك جدا جدا بس انا بعتقد انا كده اعملت لكل او معظم النقط اللي بتدل ان البنت دي معجبة بيك انا جماعة كنت بحالة اغشش رجال عشان انا عايزكوا تعرفوا او عايزة اقرب المسافات انا بحب اتكلم في العلاقات دي بحسنها مفيدة جدا وخاصة ان احنا بدمقى محترين في بداية اي علاقة مع حد احنا معجبين به يا ترى هو انترست دولا مش انترست دولا بيعتبرنا في الفرينز زون ولا لأ بس عايزة اقول نقطة مهمة جدا جدا كل ما الشخص هتم بتفاصيلك وهتم بان هو يعني بيعكر مزاجك على اقل حاجة اعرف ان هو عايز يقرب منك وان هو مبسوط وهو بيقرب منك شكرا بحبوكو جدا جدا قولولي رأيكو عايزة كمان رجالة يقولولي رأيهم طبعا البنات اللي حاسين ان هم محتاجين يعملوا شار للناس اللي هم مرتبطين بهم عشان يغششوهم برضو وانديش عاي مشكلة قولولي رأيكو يا بنات ورأي رجالة كمان شامل فيديو ده موجهة للرجالة اكتر وانا قررت ان انا هكون عنصريا هساعد الرجال الفترة الجاية عشان يخترقوا قلب المرأة انا اكتر فيديو اصلا على المشاهدة عندي في التشانيل بتاعتي هو ازاي تخترق قلب المرأة وكنت برضو بغشش الرجالة في نوقة تاني ايه يا روشة نوقة تاني ايه بس كده هي البنت لما يكون معجبة بها هتعمل حاجات اللي انا قلت عليها دي شكرا احبوكو جدا جدا بيج هارت اعملوا شار كتير عايزين اوصل فيديو ده ل 17 مليون فيو و 900 الف لايك تاني اشوفكو فيديو تاني باي